اشتركوا في القناة امراض خطيرة جدا بسبب ايضا تناول غير امن وغير سليم الحقيقة ان احنا عايزين نعرف يعني هل احنا فعلا كل طعام بنتناوله هو طعام سليم وامن يعني ممكن يوفر لنا صحة جيدة بشكل عام ولكن ولا ممكن يكون طعام او غذاء دار بالنسبة لصحتنا ويسبب لنا امراض فادحة تؤدي الي ان احنا ممكن نتوفى لقدر الله النهاردة هنتكلم عن موابطة وزي ممكن يكون فيه سلامة للغذاء ونضمن سلامة الغذاء اللي بنتناوله يكون غذاء صحي وامن هنعرف ده النهاردة من ضفنا اللي بيشرفنا في هذه الفقرة هو دكتور سامير المرغاني أستاذ علم المايكروبيولوجي الزراعية بكلية الزراعة جامعة الزئذي أهلا بيك دكتور سباعة الخير فانت سباعة الخير على مشاهدينك الكرام سباعة الخير على مصر كلها بصحة وسعادة لكل المصرين يا رب أهلا بيك فانت سلامة الغذاء يعني مفهوم مهم جدا وضروري ان احنا نعرف عنه اكتر واكتر ايه المقصود بسلامة الغذاء دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا سلامة الغذاء احنا في الإكسبريشن الإنجليش بتاعها بيقوله الفود سيفتي المصطلح الأجنبية كل الفود سيفتي وكل تقريبا المصانع الأغذية والمنتجين وكل بيعرفوا المصطلح ده كويس جدا الفود سيفتي سلامة الغذاء المصطلح ده فيه فوق منه مصطلح أعم وأشمل وهو الفود سيكيورتي اللي هو أمان الغذاء بمعنى ايه أمان الغذاء؟ بمعنى هل بيتم إنتاج الغذاء بالقارب؟ مصطلح الكافي وبالجودة لكل المستهلكين ده مطلب الدولة بتحققه في جميع المناح بتحاول ترفع الانتاج وتمعظم الانتاج في جميع المجالات الزراعية سواء كان على مستوى الانتاج الحيواني او الانتاج النباتي توفر جميع الحاصلات الصراعية توفر جميع ده اسمه الفود سيكيورتي إننا أو أنتج الغذاء بكشكل كافي لكل المواطنين ثم بجودة عالية ده المصطلح بتاع الفود سيكيورتي ده مطلب قومي والدولة بتحاول تحققه والباحثين في جميع المجالات سواء في الجامعات او في المراكز البحثية بيحاولوا بقدر المستطاع أنهم يبزلوا الأقصى جهدهم في مجال البحث العلمي لتحقيق هذا الهدف تحت هذه المنازلة الفود سيكيورتي بيأتي الفود سيفتي اللي هو بيشمل ايه الفود سيفتي؟ بيشمل سلامة المواد الخام الرو ماتيريالز كلها اللي بتدخل في عملية التصنيع بداية سواء هذه المنتجات سواء ذات أصل نباتي حبوب باقوليات خضروات فاكهة رقم اثنين الباثوجينس العوامل المرض او الميكروبات او المسببات المرضية اللي ممكن تكون موجودة في الغزاء اللي ممكن تكون موجودة في الغزاء وتخليه غير سالم او غير مقدرش اقول عليه نون سيفتي الفود مفيش في امان يبدأ ان الانسان يقلق منه يأتي رقم ثلاث عمليات التصنيع البروسيسنج اللي بتتم على هزي المواد من اول المزرعة الى الشوكة احنا بنسميها فروم فارم تو فورك من المزرعة لشوكة المستهلك ازاي هو يكون امن على غزاءه ما يحصلش تداخل من الباثوجينس اثناء كل هذه العمليات خلال مرحلة تداول خلال مرحلة تداول والاعداد لانه يحصل فيه خلال عملية التداول فيه تداول يدوي فيه اشخاص بيتداولوا بالغزاء فيه عوامل طبيعية فيه التربة فيه الهوى فيه الحشرات فيه عمليات الحصاد والجمع والتخزين والنقل كل ده محتاج شروط شروط صحية اطبقها على الغزاء بحيث انه يوصل الى المستهلك في صورة امنة وبالتالي التعريف الشامل اللي هي الفوت سيفتي او سلامة الغزاء هو وصول الغزاء بصورة امنة وخالي من كل المايكروبات الممرضة او العوامل الفيزيائية او العوامل الكيميائية سواء عناصر سقيلة هافي ميتلز او متبقيات مبيدات او متبقيات اه رش المبيدات او الحشائش هو خلافه يكون خالي من كل المخاطر لانه لما اخش على الغزاء ايه الخطر ده مع معنى ان الغزاء ده يكون فيه اي باثولجنز او اي مواد كيموية او مواد ضرة اصبح بيسبب خطورة اللي هي كلمة باللغة الانجليزية الخطورة ده يعني خطورة وقتية بمجرد ما الانسان يتناول هذا الغزاء يبدأ يشعر ببعض مهاش سعيد مش مبسوط حتى لو فيه بعض المايكروبات البسيط او بعض السموم البسيطة جدا لذلك احد العلماء سماه التسمم البطيء انه مش قادر يشعر بسعادة يعني انا كلت وشربت فنس مش قادر مش سعيد ليه لانه بياخد اقل نسبة ممكنة من التسممات او من الحاجة البسيطة احنا باعزين نوصل لمرحلة الامان الكامل ها تمام طب دكتور اين مقصود بالغذاء العلاجي او الغذاء الموظيفي هل فيه حاجة اسمها تمام غذاء علاجي او غذاء وظيفي طبعا هو في البداية خالص الغذاء الصحي قبل الغذاء العلاجي كانت المستلح الغذاء الصحي ده بدأ ينتشر فترة السبعينات لما بدأ الهيلسي فوتس الهيلسي فوتس انا عايز غذاء بمعنى يحقق لي كل المتطلبات او الضرورية من العناصر الغذائية من البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والاملاح والمعاتم هذا الغذاء وتكون كل هذه العناصر بصورة متوازنة ده بنسميه الغذاء الصحي اللي احنا كلنا نفسنا اولادنا واطفالنا يكلوه الوجبة غذائية متزنة ونقول تحتوي على كل العناصر بصورة متوازنة من هنا بقى جت لما الحياة طورت واصبح فيه تكنولوجيا عالي جدا بدأ في السبعينات التوارم وروات فضاء وعايزين معهم اكل فلازم يحافظوا عليه بشكل امن فترة طويلة ويكون صحي لانه يقعد فترة طويلة في الفضاء بدأ يتبقوا الشروط الصحية الافضل بعد كده التطور التكنولوجي والعلم اصبح فيه غذاء دلوقت نهاردة غذاء علاجي او غذاء وظيفي بغرض انه بيؤدي وظيفة معينة بمعنى لان شخص مثلا يعاني من ما بقدرش يشرب لبن اما يشرب لبن يحصل له اسهال او تقلصات لانه هو مثلا ما عندوش السيستم بتاع اللي بيهدم الانزيم بيهدم سكر الاكتوز فاحنا دلوقت بندعم هذه الاغذية ببعض البكتيريا النافعة هذه البكتيريا بكتيريا نافعة وطبيعية موجودة في القناة الهضمية احنا بندعم الغذاء نضيفها لبعض المنتجات الغذائية وخاصة الاغذية المتخمرة زي الالبان او بعض الجبن هذه البكتيريا بنسميها البيفيدو بكتيريا او اللاكتوب بصيلة اسمها يعني علمية زي اللبن الرايب كده دكتور؟ اللبن الرايب يحتوي على البكتيريا النافعة ولكن انا ما بنتج هذه الاغذية مرحلة اولا انا بنتجها ببادئ البادئ غير البكتيريا الوظيفية او العلاجية البادئ وظيفته انه يحسن لي المواصفات والنكهة للمنتج نفسه يبدأ يحلل المواد او العناصر الغذائية البروتينات ويحولها الى بابتداد سهلة الهضم وبالتالي او يخفض الحموضة للمنتج وبالتالي يبدأ يظهر عندي الزبادة في شكل متجبن او يظهر الجبنة او يظهر عندي منتجات لبن رايب لنكهة وطعم اما لما ادعم هذه المنتجات ببكتيريا علاجية هتبدأ تعمل عملية هضم لسكر الاكتوز هحمل اشخاص اللي عندهم حساسية من سكر الاكتوز وبالتالي قدر يتناول الالبان بشكل ما فيش بدون اي خطورة بشكل امن عندي اشخاص عندهم منعتهم ضعيفة نظرا للافراض الشديد في استخدام المضادات الحيوية بيبدأ يؤثر على العدو الاساسي في جسم الانسان وهو عدو احنا كلنا نعرف ان الجهاز الهضمي البلعوم المريء مش عارف اللي احنا دلسنات طول عمرنا لا في عدو احنا نسيناه كله وهو العدو الميكروبي اللي هو العدو اللي هيقوم بتحويق كل العناصر الغذية ديت الى سورة ميسرة بالنسبة للانسان يوفر لي الفيتاميناتس اللي انا عايز يوفر لي العناصر البيبتي دات الطبيعية اللي سهل الجسم يمتصها الشخص اللي عنده مناعة ضعيفة يرفع مناعته ابدأ بقى انا ادعم هذه الاغذية بهذه المايكروبات النفعة بكتيريا حامد اللكتيك ومنها اللي بتحكمر سكر الاكتوز او بترفع مناعة الجسم ابدأ اضيفها واشجع العدو المايكروبي انه يبدأ ينمو في جسم الانسان اللي هو استخدم الافراض الشديد في المضادات الحيوية او كان مسلا تعرض لعملية جراحية فترة طويلة وبالتالي اضطر ان ياخد المضادات الحيوية لفترة طويلة كبيرة وبالتالي اصبحت على مناعة اصبح مناعة رقم واحد اصبحت رقم اثنين العدو المايكروبي اختفى لانه بدأ يزيله يحصل له عميلة ازالة بالافراض الشديد في الانتيبيوتيكس انا محتاج بقى اعوض هنا كده اصبح هنا الغذاء غذاء علاجي اذا ام ادى دور علاجي بهذا الشكل اصبح انا عايز اعالجه لان هذه المايكروبات لقى ميكروبات يعني كي يتعامل يعني متميزة فريدة عن كل المايكروبات المايكروبات الممرضة اللي هي نسبتها لا تزيد عن 5% وخطورتها بقى دور علاجي المايكروبات الممرضة الباسوجينز دي لا تزيد عن حجم المايكروبات كلها 5% خطرة جدا لا قدرة انها تختارق مجرد رغم ان نسبتها ممكن تكون قليلة في الغذاء ولكن خطورتها عالية خطورتها عالية لان انا اقدرش اميز الغذاء بيها ولا اقدر اقول ان الغذاء ده بيحتوي على باسوجينز يعني لما بقصت على الغذاء لو انا شفت اي في مزهر خطورة ممكن اتجنبه لو لاحظت فيه اي عمليات لزوجة او لقيت فيه روايح غير مقبولة ست البيت او في المطعم ممكن يبدأ يشوف الحاجات دي بسرعة ويتخلص بسرعة لكن الباسوجينز مقداش يشوفها دي حاجة ما بتعملش اي تغير في الغذاء الغذاء ناقل فقط له واذا انتقرت الى الانسان اصبحت بتاخد مصار اخر غير القرانة الهضمية تختارق الدم وتوصل وتبدأ تسبب الامراض اما البكتيريا العلاجية اللي المفروض احنا ندفها كعلاج او الغذاء العلاجي او الغذاء الوظيفي بتمر من القناة الهضمية من ضمن احد شروطها انها تقدر تعيش في القناة الهضمية اشي كده تدولها مصطلح برو بايوتيك بكتيريا حيوية او بكتيريا علاجية لما دعم بها الغذاء اصبح الغذاء غذاء علاجي او غذاء وظيفي طيب دكتور برضو فيه نقطة خطيرة جدا وهي خاصة بالتساممات الغذائية العدوى الغذائية والتساممات الغذائية بنشوف ان ناس كتير ممكن بتصاب بتسمم نتيجة الغذاء وتحديدا الناس اللي بتفرض شوية في تناول الاطعمة خارج المنزل الاكل بقى التكوي وفئة الشباب تحديدا بيقوم مقبلين قوي على الاطعمة اللي من النوع ده بالزبط خطورة بقى تساممات الغذائية وتكرار الاصابة بهذه الحالة الخطيرة اولا انا بدنا نعرف فرق بين حاجتين العدوى الغذائية والتسمم الغذائي العدوى الغذائية بتحدث نتيجة ان الغذاء هو الحامل او الكاريرز بتاع الباسوجز ده فاذا انتقل هذا المايكروب الحي عن طريق الغذاء الى الانسان وخاصة الانساء يوميا بتناول الاغذية مقدرش ما فيش حد ما بيباكلش انت كل يوم بتاكل فاذا انتقل هذا بيسبب له عدوى غذائية اذا كانت هذه المايكروبات بتنتج سموم سموم مايكروبية هذه السموم بتفرز اما داخل المايكروب او خارج المايكروب بتسبب للانسان تسممات غذائية هنيجي بانو نشوف المصادر العدوى ديت اللي بتحدث او التسممات العدوى الغذائية او التسممات الاثنين مش هيختلفوا عن بعض الانسان في كلا الاثنين هيؤدي بحدوث مرض للانسان في الحالتين هو خسر على الانسان اعراض الاثنين بصفة عامة اعراض التسمم الغذائي او العدوى الغذائية بتتشابه كتير مع اعراض البرد وغالبا كتير الناس ما بتقدرش تفرق ما بين هل هو حصل له تسمم ولا حصل له عدوى غذائية ولا جاله برد ولا اين نوع ده بالزبط وبالتالي هو بيسرع بسرعة ياخد مدى الضحيو لكن هو المفروض يبدأ يفكر هو اكل انا اكلت ايه ايه نوعية الاكل اللي انا اكلتها هل هذا تسمم غذائي وبنان عليه انا قدر احدد هل انا مثلا اكلت منتجات لابانية اما غالبا او منتجات ذات اصل حيواني سوى كان البان او لحوم او اسماك او مايونيز او كاتشا كل المنتجات الليبانية غالبا بتكون مايكروبات زي الاستيرامونوسيتوجينا سوي السلمونيلا اعراضها شبه البرد بالزبط صداع بقى ارتفاع درجة حرارة صداع ارتفاع درجة حرارة فهو يتخيل انه عنده برد دور برد فالمناعة تضعف يبدأ ينتشر فيروس بتاع الانفلوانزا ويجيله برد برد وهنا بقى دكتور بتاكمن الخطورة فيه ناس ممكن تتسرع وتروح تاخد انتبيوتك مضاد دحاوي من غير ما يتم تشخيص للحالة او يتعرف هل انا حصلي تسمم او عدوة غزائية او برد لانه بينانا يختلف النوع العلاق ثانيا المنزل مسؤول عن ستين في المية من امراض العدوة الغزائية يعني البقرة الاكبر في المنزل مش في المطاعم المطاعم خمسة وتلاتين في المية ثم المصانع اللي بتنتج الاغزاء خمسة في المية اللي سبب بسيط ان المصانع عليها كنترول وعليها تحكم المطاعم لو اي حد حصل له شكوى ممكن يتجنبه ممكن انا اكلت في مطاعم وحصل لي اي مرتاحة منبسطش يعني حتى لما الاكل ما كانش عاجبني ممكن يكون فيه حصلي نوع من الاكل دوه ما يتخليش السعادة والسرور ومافروض انا باكن الاكل عشان يحصلي نوع من السعادة او منع من السرور اما اكلت الاكل وحصليش النوع السعادة والسرور ما تزوقش مع عكده هبتعد عن المطعم ده او جالي مغس او جالي اسهال او جالي قيئ صداع خلاص المطاعم ده هستبعدو فبالتالي مطاعم بتحاول بقدر الإمكان وعليها رقابة شديدة من الدولة ومن وزارة الصحة وأي مطعم بيخالف طبعا بيتقفل طبعا في ظل التقدم وناس كلها أصبحت مدركة وعندها وعي وعارفة خطورة الأمراض ديت وأن علاجها صعب وبياخد وقت فنجي بقى للمنزل سبب المشكلة له أنا عمنا يكون مهمة طمانين مع أن إحنا دايما ببقى متخيلين أن المنزل يعني طول ما سيت البيت بتبقى عارفة هي بتعد الطعام إزاي نوعية الأكل اللي بتحضروا لأولادها يعني بنحس إن دا أكتر أمان من الأكل اللي في مطال الخطورة تكمل فين سيادتي جميلة النهات اللي باتي عندي في السرطة بتتسوق من المنزل بتصير خضروات فواكه لحوم كل المنتجات الغذائية بتتعامل معها إزاي في المطبخ في التلاجة أولا طريقة الاستوراج بتخزن الحاجات دي إزاي بتخزين رقم واحد هل هي بتفصل كل المنتجات عن بعدها لأن الميكروبات المصاحبة لخضر غير الميكروبات المصاحبة لفكهة غير المصاحبة للدواجل غير المصاحبة للأسماك إذا انت عملت عدوى ونقلت الميكروب لبيتك من غير قصد هيصبح مستقر في التلاجة عندك وخاصة إن هذه الميكروبات بتستطيع إنها تنمو في درجة الحرارة المنخفدة من التلاجة وبالتالي تقدر درجة الحرارة البرداء مش تتأثر عليها وبالتالي ممكن في الخضروات والفكهة أثناء عملية التقطيع وتجهيز السلطة هل أنا بستخدم نفس السكينة في التقطيع والتجهيز السلطة هي نفس السكينة اللي بستخدمها في اللحوم وقال أنا عندي فاصل ما بين أن عندي وعي وإدراك صحي أن هناك ميكروبات ممكن تنتقل من هنا إلى هنا حتى لو تم غسيل وتعقيم الأدوات المتخدمة؟ الغسيل وتعقيم ما نمرش عليه 24 ساعة لأن الخطولة تكمن في أننا لو عد على السكاكين أو الدود السلس وما تمش تنظفها بالصورة الجيدة وبالتطهير وبالتعقيم خلال 24 ساعة يتكون عندي فيلم ميكروبي على سطح هذه الأجزاء المعدنية هو بيكون مصدر العدوى ثم رقم اتنين البرينج اللي بتقطع عليه أو المعمل أسطر علينا لكن اللي هو المسطح اللي بتقطع عليه الخضروات مفرد يكون غير المسطح اللي بتقطع عليه الفكهة غير المسطح اللي بتقطع عليه اللحوم كل مكان يكون له ثم يتم تطهير هذه المسطحات بعد عملية التقطيع مباشرة دي الكلور مثلاً أضيف في كل مجاهزة عندي مثلاً كلور معلقة شاي على لتر مية وأطحر المكان وأخسله بعد الكلور أبدأ أخسله بالمية عشان أو أبدأ أعمل عملية تطهير وأترك المكان نضيف رقم اتنين الـ ID نضافه بقى الشخصية الـ ID عمل أساسي في نقل معظم الأمراض حصلت حالة من تفشي الأمراض في بلد في أفريقيا في جنوب أفريقيا نتيجة إنه هو عدم الاهتمام بغسيل الـ ID إنه مثلاً المفروض قبل الأكل وبعد الأكل أو في معظم التولدتات أو معظم يكون لابد من توفير الصابون الصابون لأنه هو متحر أفضل متحر للقضاء على الفيروسات لأن الفيروسات ما بتفضلش الواسطة القاعدة معظم الفيروسات بتفضل الواسطة الحامدية ولذلك معظم ممكن ألاقيها في الأغزية الحامدية في الأغزية ممكن تسبب لي عدوة فيروسية أو عدوة عن طريق الفيروسات أما لو تعودت أصبح باستمرار في قانون في المنزل دخلت من البيت اغسل إيديك وانت خارج اغسل إيديك أو انت قبل الأكل أو بعد الأكل اغسل إيديك تطهير للأطفال تعليم أولادنا الصغير السلوكيات الصحيحة سلوكيات الصحيحة وخاصة إحنا بقى داخلين على فترة الصف الربيع بقى وانتقل الأمراض والعدوة وفيه عمد فترة الرياح الخمسين وانتشار الرياح هتكون عامل لنقل كل الميكروبات وبالتالي تيجي عدوة في العين وفي الأنف وفي الإيد وبالتالي ده كله بدأ يدخل البيت ويمكن دكتور كمان جزئية يعني عدم الاعتناء بالنظافة الشخصية من أسباب أيضا الإصابة بأمراض من الأطعامة اللي بنجيبها من الخارج نتيجة أن العامل اللي بيعد الطعام ممكن يكون ما بيعتنيش بنظافة إيدي الشخصية ما بيرتديش الجوانت الخاص بطهي الأطعامة اللي مفروض أن هو يكون مرتدي يعني دي من الأسباب برضو الشائع للإصابة بالأمراض دي طبعا بالنسبة للقواعد الصحية والشرط الصحية أن الأشخاص اللي بيتعاملوا دائما في الغذاء سواء في المطاعم وفي المصانع الكبرى لابد من إجراء الكشف الصحي والدوري عليهم وفي هناك ثلاث اختبارات أقاراتهم مزارة الصحة وقروم منظمة الصحة العالمية كل من يتعامل بالغذاء سواء في مصانع أغذية أو في مطاعم لابد من توقيع كشف الفيروسات عليها لابد أن يكون خالي من كل الفيروسات لا يكونش عند أي فيروس رقم اثنين لابد أن يكون خالي من كل الطفيليات البروتوزوة وكل الديدان ممنوع شخص يتعامل بالغذاء لأن الطفيليات والفيروسات من أخطر من البكتيريا لأنها كائنات متطفلة إجبالا يعني لابد أنها تعدي إنسان آخر وتنقله الفيروس رقم ثلاثة لابد من الكشف عمل أشعة إكس على السطر لخلوه من كل ميكروبات المسببة للالتهاب الرئوي وبالتالي كل المطاعم والمصانع الكبرى توقع الكشف الدوي على كل العاملين في المجال وبالتالي أكون أنا كده حميت هذا القطاع من الخارجي نيجي للقطاع الأسرة يابد من الأسرة يكون عندهم الإرشادات الصحية إن في عندي كائنات دقيقة مش شايفة بعنية زي البكتيريا والفيروسات والطفيليات ممكن أكون أنا سبب عدوة البيت بتاعي بيها يابد من التطهير المستمر لجميع الأدوات التسخين على درجات الحرارة المناسبة يعني لما أعمل بوفتيك أو أعمل كفتاة طبع عندي كلها لحوم مفرومة صحيح أتأكد إن درجة الحرارة وصلت داخل اللحمة المفرومة أكتر من سبعين درجة مقوية ولمدة كافية على الأقل مثلا لمدة عشر دقايق أو ربع ساعة ما اكتفيش فقط بأن أعمل عملية تسخين سطحي وأترك بقايا داخل اللحوم أو داخل الكفتا أو البوفتيك أو البرجر أو الحاجات دي كلها داخل لدرجة الحرارة ما وصلتش الدرجة المناسبة رقم اثنين تبريد السريع لكل المنتجات يعني أنا عملت تسخين وطهي عند درجة حرارة مناسبة طبعا الحياة المغلية بيكونش فيها خطورة أول لأن طبعا أنا مغلي وبكون متطمن أنا وصلت درجة حرارة الغليان درجة الحرارة الغليان كافية لقتل معظم المايكروبات أما بالنسبة للجراسيم اللي هي البكتيريا المتجرسمة درجة الحرارة مش كافية لقتلها فلازم أتأكد أن درجة الحرارة وصلت أكتر من سبعين لمدة كافية من عشرة إلى خمساشر دي ثم التبريد لأن دورة حياة المايكروبات صغيرة جدا نحن مش ممكن نتخيلها حتى نحن مش شايفينها دورة حياتها هل هي كائنات دقيقة جدا لا ترى باليبنين مجرد؟ لا ترى باليبنين مجرد أنا محتاج مثلا مايكروسكوبات عشان أشوفها محتاج أكبرها محتاج أناميها على بيئات حشان أشوفها دورة حياتها صغيرة جدا عشرين دقيقة تم حياتك متخيلة لو أنا عندي ألف خلية في جرام لحم بعد عشرين دقيقة هتبقوا ألفين بعد أربعين دقيقة أربع تلاف لذلك محددوا الأربع ساعات الوقت الكافي بعد عملية الطهي لابد أن أحفظ في التلاجة مباشرة إذا كان تم عملية الطهي يعني أنا قادرت على كل المايكروبات من هنا بقى ما فيش ما فيش أي خطورة هيبدأ الغذاء يتعرض لدرجة الحرارة للغرفة هنا أصبحت في خطورة لأن لو حصل أي تلوث أو أي عدوة أو انتقلت المايكروبات إلى الغذاء أصبح في خطورة وبالتالي من الأفضل بعد عملية الطهي بوقت أربع ساعات أو ثلاث ساعات يتم تبريد الغذاء مباشرة في التلاجة وحفظه عند درجة حرارة أقل من خمسة درجة مقوية لأن معظم المايكروبات الممرضة اللي إحنا كلنا ألقانين منها لكن أنا في إيدة وسيلة أحميها أحمي نفسي لا تنمو عند خمسة درجة مقوية أعيز درجة حرارة أكبر من خمسة درجة مقوية لأنها كائنات ممرضة يعني إيه ممرضة؟ يعني بتنمو عند درجة حرارة جسم الإنسان يعني أفضل درجة حرارة لها هي 37 درجة مقوية اللي هي درجة بعض مطهيط درجة اللي بتنشط فيها بتنشط فيها وتبدأ تنمو وتكتر وتبدأ تفرز السموم بتعمل بقى التسممات اللي هي هتقعد تبدأ تعمل القلق والخوف اللي في ده هل يا دكتور يعني الأواني نفسها اللي بنتهي فيها الطعام أو اللي بنخزن فيها الطعام يعني لو طعام مثلا مطي أو نص سوى وتم تخزينه في بعض الأواني من البلاستيك وتحط في التلج هل الخامة المصنعة منها البلاستيك ممكن تكون خامة تتفاعل مع الأطعامة وممكن تكون سبب لنشاط بعض البكتيريا والمايكروبات في الأطعامة وإحنا ما نكونش مدركين ده؟ لا تمام وبالنسبة ليه الأواني هي أحد المصادر مش عايز برضو نقلق الناس أحد المصادر اللي ممكن تلقل المايكروبات طبعا لو أنا طهيت فيه أواني ستانلس فيفضل طبعا أنا أحفظ الغذاء ده إما في أدوات زوجاجية أو أدوات بلاستيكية ما تتفاعلش مع الغذاء زي ما احتردتك تفضلت ده شيء كويس جدا بس لابد أن نعمل لها عملية تطهير لو أنا هنقل الغذاء من حاجة لحاجة إحنا أفرض أننا مثلا تم الطاهي في أدوات ستانلس وهخزينه في أدوات بلاستيكية أطبع فلابد أن نعمل لها عملية تطهير قبل ما أبدأ أنقلها الغذاء لأنها ممكن تكون بتحتوي على أحد المايكروبات اللي مجرد ما الغذاء يوصل ليها تقدر تنتقل الغذاء تنتقل الغذاء وبالتالي الأواني عامل مهم وضروري في أننا حفظ على الغذاء وتحرها قبل حفظ أي غذاء فيه العامل الآخر اللي نسيت أوله لحضرتك تفضلي بعد اللي هو التبريد التسخين التسخين اللي هو التبريد أنا عملت تبريد فيه عند موعد كل شتريت الخضار من السوق لابد أعمله عملية تبريد مباشرة فيما عادة البطاطس والموس طبعاً دي هي غذية لا يتم حفظها بالتبريد لأن طبعاً هي لها قشرة خارجية ممكن تفضل فترة طويلة وبالتالي يفضل للإنسان يشتري على قد الاستهلاك لأن دي ثقافة مهمة جداً للحفاظ على الحال الاقتصادية لأسرة والحفاظ على عدم أن يكون في عندي تدهور وفاقد اقتصاد كبير لأن طبعاً احتياجات الغذائية كيلو أشتركي واحتياجات الغذائية نصف ودي منك من مشكلات الأسر المصرية نحن دايماً بنحب نجيب الحاجة بوفرة احنا شعب كريم شوية فبنحب نجيب الحاجة بزيادة وبالتالي بنلاقي اللي احنا بنستهلكه جزء بسيط جداً والفاقد بيبقى كمية أكبر بكتير من اللي استهلك دا بقى على مستوى الكبير سيادتك بيسبب هادر اقتصاد كبير دا مثلاً على مستوى الأسرة لو أنا خدت نفس الوضع وعلى مستوى المنتجين والمزارعين ما تبقش الممارسات الجيدة في أثناء عامية الحصاد والجمع هيسبب فاقد وهادر على مستوى الأسرة لو هي ما تبقتش ممارسات جيدة من الناحية الصحية ومن ناحية الحفظ عليه بالتبريد والاستهلاك على قد الشراع على قد الاستهلاك وترتيب الأولويات هيكون عندي برضو فاقد اقتصادي كبير جميل جداً طب احنا دكتور دولاتي ازاي نتأكد ان الطعام اللي احنا هنتناوله طعام سليم وآمن خلي من المايكروبات والبكتيريا اللي اتضرى الجسم تمام سؤال ممتاز جداً وطبعاً يحتاج حلقات كتير جداً لكن احنا ممكن نوجزه فيه عجالة سريعة انا طبعاً يهمني في الغذاء انه يكون الغذاء صحي صحي احنا اتفقنا من البداية الغذاء الصحي اللي هو هيمديني بالعناصر الغذائية واللي هتديني الطاقة هل هذا الغذاء الصحي مش له شروط انه لما اشوفه كده يكون صحي لما انا اشوف شخص في الشارع مثلاً واشوف عليه علامات مرض بقول ده شخص مريض ربنا يشفيه ويعافي جميع الناس اما نفس الحكاية الغذاء النظارة والتراوب بتظهر على الغذاء لما ابص على السمك لما انزل حلقة السمك او اروح اشتري السمك رقم واحد انا ببص على السمك بلاقي الراجل حطه في شكل عرضه في شكل كويس الاسماك من الاغذية الخطيرة جداً اللي ممكن تنقل ميكروبات لابد ان يكون حافظه في تلك رقم واحد لاقي واحد مش حافظ السمك في تلك ما تشتريش منه وبالتالي معنى كده ان هو في خطوة من الخطوات ما بيرعيش السروط الصحي او ما عندوش دراية او دراية كافية بان السمك المفروض يكون محفوظ في تلك وان هو المفروض لو فكت تجميده ممنوع ان يجمده تاني فمعلن هو يعمله تجميد مرة تانية او مش حطه في تلك او عمليه يرش مية كده على السطح ده شخص ما عندوش الخبرة او استقافة ازاي تعمل مع هزا الغذاء اللي هو انا عايزه انا عايز الغذاء ده مصدر صحة ليه مش عايزه مصدر مرض ليه وبالتالي علامات السمكة لابد ان كلها مواصفات ولقى علامات النضارة ومفيش فيها اي تراوة متكة على السمكة كده لقيها محتفزة بقوامها انها غاخزة او اشهر علامات ان الخياشين تكون لونها احمر الخياشين تكون لونها احمر طبعا كل المعظم من الناس عارفينه الخياشين لونها احمر بس متكة على السمكة لو صباي علم في السمكة اصبحت فيه تراوة وبالتالي اصبحت الميكروبات اللي هي محللة للبرتينات بدأت تنمو فيه ما امسك السمكة كده ولا امسك فيه خط لزوجة معنى كده اصبحت فيه طبقة من الميكروبات لو عدنا البكتيريا الموجودة على السطح ده اكتر من مئة مليون خلية في السمت الواحد لو انا اخدت نوع منتغذاء تاني زي الخضروات الخضروات المفروض تتميز بالنظرة والخضرة اللون الاخضر الطبيعي ما يكونش فيه اي لون ما فيش فيه لون مسفر ما فيش على اي بقع ما فيش زبول ما فيش على اي بقع اهمش البقع لان البقع دي ممكن تكون فطريات او جراسيين فطر لما اجيشتري الفكهة زي مثلا الكوميترة ما يكونش على اي بثور اي بثور فيه ناس كتير مبتاخدش بالها بالذات من الكوميترة السطح الكوميترة والتفاح لابد ان يكون املس لانه علي طبقة شمعية فاذا كانت الكوميترة او التفاح عليها بثور معناها انها مصابة بفيروسات من الحقل وبالتالي انا اتجنب اشتري مثلا خضار او فكهة بهذا الشكل عليه بثور عليه مثلا بقع صفراء بقع سوداء لان البقع السوداء معناها فيه اصابة فطريات اللي بتسبب الاعفان او مثلا البرتقان عليه بقع خضرة بقع زرق لان كل ده كل اللون الاخضر او اللون الازرق علامة يعني يجير سليما معناه انه ظهر معناه ان الفطر نمى او بالحجم الكافي ووصل الى العدد الكافي عدى مثلا 100 مليون خلية في السنتيم وبدأ يظهر جراسيمه لما بناميه في المعمل انا بشوف الكلام ده على الاطباق البيئة الغذائية بتاعت الميكروب سيادتك بقى انا بشوفه على الغذاء نفسه وبالتالي انا مثلا لما اجي اشتري اكون حاطت في قرارة نفسي بعض الشروط انا هشتري منين اين نوعية الغذاء اللي انا هشتري فاذا كنت مثلا اشتري من شركات او مصانع او شركات كبرى لابد ان انا اتأكد رقم واحد هل هذه الشركة او المصنع هاطت تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء وفترة الصلاحية اللي احنا بنسميها الشلف لايف او عمر حياة المنتج احنا في دراسات في المعمل ممكن نقعد مثلا ثلاث سنين عشان ندرس عمر حياة المنتج عشان قادر اقول للشركة بس المنتج ده هيقعد اسبوعين في التلاكة او هيقعد مثلا شهر في درجة الزيرو او هيقعد في الماينس عشرين مثلا لمدة ست سهور انا بعمل دراسات كتير جدا ده انا اللي بلقح المايكروبات وباضفها بتاخد فترة زمانية تاخد فترة دراسات طويلة وبالتالي ازاي بقى المصانع بعد ما تاخد كل المعلومات ديت وكل المواصفات ويبدأ ينتج وفقا للمواصفات القياسية المصرية ووفقا للمواصفات القياسية من خلوه من كل المايكروبات والمخاطر لابد ان يحط لي اللابلز بتاع تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية والفترة وطريقة الحفز بتاعه هل المنتج ده احطه في التلاجة ولا احطه مثلا خارج التلاجة ويمكن دكتور دي من الجزئات المهمة اللي يجب ان كل مستهلك وكل مواطن هيشتري حاجة يتأكد من تدوين تاريخ الانتاج والانتاج الصلاحية على المنتج ده شيء الثقافة دي لو انتشرت هتبدأ الشركات تهتم بالمستهلكين اكتر لان هاي الشركات يهمها المكسب وما يهمهاش تخسر والمستهلك يهمه الصحة انا مش رايح اشتري منتجات غزائية لان اخسر اموالي واخسر صحتي لان انا عايز اشتري منتج له قيمة غزائية وفي نفس الوقت له فترة حفظ ان انا قدر احفظه نيجبها للمنتجات دي من لسبة للمنتجات المصنعة اللي ممكن اعرفها بسهولة هتأكد من العلامة هتأكد من المواصفات في الحالة دي انت متطمن اكتر ان انت بتدي اولادك او اسرتك منتج له مواصفات معروف مكوناته الغزائية المدونة على العبوة معروف فترته فترة حياته معروفها هخزنه ازاي ليجي بقى للمنتجات الفرش او الطازة بقى انا عندي خضروات وعندي فاكهة وعندي اسماك وعندي لحوم دواجن فانا لو هبدأ هشتري دواجن او هشتري اي لحوم رقم واحد لابد ان اختار المكان هل الاشخاص اللي بيشتغلوا في المكان ده مرتلزمين بالشروط الصحيق ولا هو مجرد عمال مثلا بيدبح في مكان عشوائي او مكان كله تلوص الريش في كل مكان مفيش فيه عنده طريقة ان يتخلص من مخلفات الامعاء التاخلية للفراخ للدواجن لان طبعا الدواجن بتكون عامل لان اكبر عامل نقل الميكروب رحية دكتور يعني احنا كنا بوجود حضرتك النهاردة معانا وقفتنا بمعلومات قيمة جدا حول سلامة الغزاء وزي ممكن نتأكد من نظافة وامان الغزاء اللي احنا بنتناوله واهم شيء حضرتك اشرت ليه طبعا هو ان مهم جدا نلتزم ب النظافة الشخصية ويكون في نظافة دائمة وغسيل الايدي دائم مهم جدا نلتزم ايضا بشروط سلامة الخاصة في الغزاء سواء كنا مستهلكين سواء كنا اصحاب محلات او مطاعم بتبيع السرع الغزائية يعني المختلفة سواء كنا ايضا سيدات بيوت مهم جدا نهتم بهذه الشروط الهامة جدا والخاصة بسلامة الغزاء انا بشكر حضرتك جزيلا دكتور سامير مرغني استاذ علم المايكروبيولوجي الزراعية بكلية الزراع جامعة الزقزي شكرا جزيلا انا بشكر كرات مصر الزراعية وبنشكر يعني كل العاملين عليها وبنشكر قادة مصر كلهم على حفظ مصر بإذن الله وان شاء الله نحفظ كل المواطنين في سلام وكون في معنا حلقة عن الغزاء العلاجي لانه محتاج فترة أطول إن شاء الله شكرا جزيلا مشاهدين فاصل قصير خلال هذا الفاصل نتابع مع حضرتكم البيان السادس عشر الخاص بالعملية الشاملة سيناء 2018 وبعد ما نشوف مع بعض هذا البيان نرجع معكم ثاني فقرة حوارية في حلقتنا النهاردة انتظروا موسيقى 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 على مدار الايام الخمسة الماضية واصل حماة الوطن استكمال المهام المخططة بعملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 لتدمير الاوكار والبؤر الارهابية وتطهير محيط القرى والمدن بشمال ووسط سيناء وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وقد اصفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الاتية خيام القوات الجوية بتدمير سيارة دفع رباع مفخخة واستهداف وتدمير اثني عشر هدفا يمثل اوكارا تستخدمها العناصر الارهابية تدمير عربة مفخخة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة اثناء محاولة اقتحام ارتكاز امني جنوب غرب مدينة العريش القضاء على ثلاثين عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لاطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بحوزتهم على اسلحة نارية واجهزة اتصال لاسلكية القضاء على خلية ارهابية شديدة الخطورة ومقتل ستة عناصر تكفيرية اثناء تبادل لاطلاق النيران مع قوات الشرطة وذلك بعد توفر معلومات تفيد بالاختباء باحد المنازل المهجورة بدائرة قسم اول العريش تنفيذ مداهمة لبؤرة ارهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على رشاشين وثلاث بنادق آلية وقناصة وخرطوش وقاذف ار بي جي وعدد من الذخائر الخاصة بهم بالاضافة الى مركز ارسال الله أكبر القبض على ثلاثمائة وخمسة واربعين فرضا من بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائيا تدمير ثلاثمائة وستة وثمانين وقرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء موسيقى الله أكبر موسيقى 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 قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير ثلاث وتسعين عبو ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات ضبط وتدمير والتحفظ على سبع عشرة سيارة انواع وتدمير سبع وستين دراجة نارية تدمير مخزنين عثر بداخلهما على الفين وثمانمائة كيلو جرام من نبات البنجو المخدر واكتشاف وتدمير ثلاث وثلاثين مزرعة لنبات البنجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من سبعة الاف واربعمائة وثلاثين كيلو جراما من المواد المخدرة المعدة للتداول وتستمر عناصر القوات الخاصة البحرية في اعمال التمشيط وتضييق الحصار